بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين هنراجع إن شاء الله منهج الدراسات كله من خلال أسئلة مختلفة للطلاب من فعل الأستاذ متميز محمود سعيد محترم جدا وأسئلة جميلة جدا إن شاء الله هنجاوب كل الأسئلة طيب هنبدأ بداية بسم الله البرديات المصرية القديمة تعد من المصادر إيه؟ طبعا أنا أول ما أشوف كلمة برديات أفهم على طول إن دي مصادر أولية مصادر أولية تمام؟ البرديات وممكن نضيف عليها كمان النقوش والناس اللي عصاروا الحدث زي ما احنا فاهمينه طيب نقطة التقاء بين الوجهين القبلي والبحري محافظة إيه؟ طبعا هنا عايز حاجة في النص بين ده وبين ده على طول محافظة القاهرة لأن هي نقطة الالتقاء بين الوجه البحري والوجه القبلي طريق تجاري قديم كان يدور حول أفريقيا ويأخذ الكثير من الأموال والوقت ركز بقى طريق تجاري قديم قديم؟ يبقى أنت كده دماغك هتروح لحاكتين قناة سيزوستريس ورأس الرجاء الصالح تمام؟ طيب لو قال لي يصل بقى بحر ببحر يبقى كده بيتكلم على سيزوستريس طبعا بيتكلم على قديم صح؟ لكن بيقول لي يدور حول أفريقيا وبيأخذ فلوس كتير أو بيأخذ وقت كتير يبقى ده مين ده رأس الرجاء الصالح اللي هم اختصروا في الوقت الحالي بمين بقناة السويز أي من المحافظات التالية تقع في الوجه البحري الوجه البحري أسيوت إبلي أسوان إبلي إنا إبلي يبقى أنت كده بتتكلم على مين؟ بتتكلم على الأليوبية استعمرت إنجلترا مصر لفترة من الزمن وهذا يظهر في عالم مصر طبعا عالم مصر فيه ثلاث ألوان الأحمر والأبيض والأسود طبعا هنا بيتكلم هو على إيه؟ بيتكلم على الفترة بتاعة الاحتلال فكنا نرمز لها بالأبيض ولا الزهب الأصفر ولا الأحمر ولا الأسود طبعا كنا نرمز للاحتلال باللون الأسود والأحمر طبعا الدماء والأبيض لإيه؟ السلام البحر المتوسط يقع في الجهة نقطة من مصر طبعا البحر المتوسط فوق فوق كده فوق مصر صح كده يبقى الجهة الشمالية طبعا من هو فوق البيانات الدقيقة في خرائط الطقس توفرها مين؟ الأقمار الصناعية ولا الصور الجوية ولا برامج التلفزيون ركز على كلمة الدقيقة في خرائط الطقس صور الجوية ولا برامج التلفزيون ولا الأقمار الصناعية الدقيقة طبعا يبقى الأقمار الصناعية هي فعلا بيجيب عدد أكبر بس كل ما نصغر كل ما نجيب أقل إيه أقل حاجة كيس من القماش يحدد اتجاه الرياح بنسميه ميزان الرياح ولا دوارة الرياح ولا جورب الرياح ولا مقياس الرياح لا بنسميه جورب الرياح المرتفعات والجبال الشاهقة تنتشر في الصحراء الشرقية ولا الغربية ولا الوادي ولا الدلتة الشاهقة قلنا نعرفها بالشين واحنا بنشرح قلنا الشاهقة شين يبقى الشاهقة الصحراء الشرقية الزراعة في الواحات تقوم على مياه ايه في الواحات المياه الجوفية ولا الأنهار ولا البحار ولا الأمطار طبعا نركز على المكان طالما قال لي الواحات يبقى على طول دي المياه الجوفية اكبر البحيرات الصناعية الموجودة في العالم بحيرة المنزلة ناصر البردويل قارون طبعا بحيرة ناصر البحيرات الصناعية أكبر بحيرة في العالم هي بحيرة ناصر الموجودة في أسوان لمعرفة موقع محافظة البحيرة بالنسبة لموقع محافظة الإسكندرية نستعين به مقياس الرسم وردة البصلة عنوان الخريطة مفتاح الخريطة دلوقتي مقياس الرسم ده هيحدد لي المسافة يبقى مش هو وردة البصلة هتعرفني شمال ويمين وجنوب وشارق وغرب يبقى إذن هي بقى يبقى هي دي اللي هتعرفني صح؟ لأن عنوان الخريطة مالي بي ومفتاح الخريطة برضو مالي بي تقاس سرعة الرياح باستخدام جهاز ايه؟ الأنيمومتر ولا التيرمومتر ولا دوار الرياح ولا جورب الرياح طبعا الأنيمومتر طبعا هو ده اللي بيقيس سرعة الرياح تعد دولة أسبانيا جزءا من البحار ولا المحيطات ولا القارات ولا الأنهار أسبانيا أسبانيا بحار محيطات قارات أنهار طبعا أسبانيا يابسة يبقى البحار ماية والمحيطات ماية والأنهار ماية يبقى إذن هي إيه؟ القارات الحد الفاصل بين المحافظات داخليا يسمى نهريا ولا جبليا ولا إداريا ولا بحريا هو قال لي بين المحافظات وبعدين قال لي إيه داخليا داخليا طبعا ده اسمه حد إداري لا يرتبط بجبل أو لا يرتبط ببحر اسمه حد إداري طيب الكلمات التي ألفها يونس ولحنها سيد درويش وتعبر عن مصر تسمى خطابا رسميا ولا النشيد الوطني ولا الفنون الشعبية ولا السلام الوطني طبعا نشيد مصر اللي هو اللافو يونس ولحنها سيد درويش اسمه النشيد الوطني المعلومات التي تعبر عن وجهة نظر صاحبها تسمى حقيقة رأي مقالة خبر طبعا رأي وجهة نظر طالما فيها وجهة نظر يبقى درائيك أنت منكم يعجبني منكم ما يعجبنيش يبقى درائي طيب تمتلك كل محافظة مصرية علما شعارا نشيدا وطنيا موسيقى رسمية كل محافظة عندها إيه عندها دا مش 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 دولة لو دولة علم لما طالما محافظة يبقى دا شعار شعار المحافظة تمام كل واحد سنطي على الخريطة يساوي واحد سنطي على الطبيعة يساوي سوري واحد كيلو على الطبيعة يبقى دا اسمه ايه عنوان خريطة لأ المفتاح بتاع الخريطة برضو لأ مقياس الرسم ايوه مقياس ما انت بتكلم في كيلومتر وسنطيمتر يبقى دا ايه يبقى دا مقياس الرسم وردة البصلة احدى قارات العالم الجديد اه سوري احدى قارات العالم الجديد هي ايه اسيا استراليا استراليا طبعا جديد طالما جديد يبقى استراليا لان اسيا واربا وافريقيا دول ايه دول اقدم اه محافظات تمام طيب اه احدى الادوات الورقية لمعلم الجغرافيا داخل الفصل داخل الفصل ركز معايا يبقى جوه الفصل هي ايه بقى هي اه اكيد من من قبل ما نشوف الاختيارات هتبقى الخريطة. هتبقى الخريطة. لان بيقول لي ورقية. وكمان بيقول لي جوه الفصل. جوه الفصل يبقى الخريطة. خلاص كده? يبقى دي ايه? دي رقم واحد وعشرين. ايوة الخريطة موجودة زي ما اتفقنا يبقى هي الخريطة. للتحرق من مدينة القاهرة. لدولة فلسطين. نسلك اتجاه ايه? طبعا فلسطين على غرب مصر ولا شرق مصر ولا شمال مصر ولا جنوب مصر. طبعا اتجاه الشرق. اتجاه الشرق هو اللي هيوصلنا لفلسطين. تقع الصحراء السوداء في شرقية غربية شبه جزيرة سينة الدلتة. طبعا الصحراء الغربية لان احنا قلنا الجبال الشاهقة وبتقع في الصحراء الشرقية والصحراء السوداء في الصحراء الغربية. يصف الطقس حالة الجو خلال عدة ايه? قرون? مستحيل طبعا قرون حاجة كبيرة اوي. سنوات ايام عقود? طبعا هتبقى ايام. التقس ايام. لانه متغير. دولة البحرين هي ارض محاطة من جميع الجهات بمياه الخليج العربي. وبالتالي فهي جبل هضبة بحيرة جزيرة. طبعا جزيرة. ليه بقى? لان تعريف الجزيرة هي الارض التي تحيط بها المياه من جميع الجهات. يبقى ازا دي ايه? دي جزيرة. طيب. يستخدم اللون الاخضر الداكن. في تلوين المناطق الايه في الخريطة? الاماكن المنخفضة? الاماكن متوسطة الارتفاع? الاماكن المرتفعة? الاماكن مستوية السطح? الاخضر الداكن. يبقى المنخفضة. عشان جاي عليها الظل يعني. فعشان كده ما هيش ايه? بتاخد اخضر داكن. ارادة قبطان. سفينة. معرفة السرعة التي يتحرك بها. لذا فعليه استخدام الايه? يعني هنا عاوز الجهاز اللي بيستخدمه قبطان السفينة علشان ايه? علشان يعرف بمثلا سرعة الرياح بمعنى صح. لان هنا بيتكلم على السرعة اللي هيتحرك بها. طبعا ما يتحرك في البحر يبقى لازم يقيس سرعة ايه? سرعة الرياح. الباروميتر ولا دوارة الرياح? ولا جورة بالرياح? ولا الانيمو متر? طبعا احنا اتفقنا من شوية ان احنا بنقيس سرعة الرياح في جهاز الانيمو متر. يبقى ازا هو ايه? يبقى الاجابة هنا برضا. تبقى نفس الجهاز لان هو اللي بيستخدم فيه السفن. تمام? طيب. الاراضي على جانبين نهر. تسمى ايه? نهر النيل عندنا? اللي اللي عالجنبين بقى منخفضات? مش معقولة. كانت رموية نزلت فيها. سهول? ايوة اسمها سهول. ما هيش اودية بقى. وله ايه? وله جبال. ولكن اسمها سهول. السد العالي المقام على نهر النيل في مصر. السد العالي المقام على نهر النيل في مصر. يهدف الى ايه? تنقية المياه بينقيها? ولا بيحليها عشان نشربها? ولا بيخزنها? ولا عشان نصد بي اسماك? تخزين على طول? لو مفيش سد كانت اصوان وانا وكل دا كان غرق. تمام? طيب اذا اردت تلوين منخفض القطارة على الخريطة. منخفض القطارة. ستستخدم اللون الايه? احنا من شوية اتكلمنا عن ان الالوان اللي هي بالاخضر الداكن. تطلع ايه الاخضر الداكن? قل له منخفضات. طب هو بيقول انت عايز تلون منخفض القطارة. على طول يبقى ده اخضر داكن. تمام? طيب. صح وغلط بقى. بيقول لي اول حاجة. اه يتمثل اليابس في العالم من حولنا في قرات العالم الجديد. طبعا اليابس تركزه معايا بس علشان بس نزبط الدنيا. اليابس من حولنا في قرات العالم الجديد. اه يمثل اليابس في العالم. لا طبعا غلط. الجملة غلط تماما. تمام? غلط كبيرة شوية هي. لان طبعا قرات العالم الجديد ايه? معروفة. رقم اتنين. تعد كل من الخطابات والبرديات من المصادر الاولية. نقول له كلام مزبوط. صحيح. طيب بعدين بيقول لي بقى تتضمن البيئة الزراعية. كلها من نهر النيل والصحراء الغربية وسيناء معا. البيئة الزراعية. النيل والصحراء. طبعا ازاي الصحراء جاتش في البيئة الزراعية? يبقى الكلام ده ايه? الكلام ده خطأ. تقيص خطوط الطول. المسافات شرق وغرب خط الاستواء. نركز بس خطوط الطول شرق وغرب خط الاستواء. هنقول له الكلام ده خطأ. لان خطوط الطول غير دوائر العرض. تلون جبال الانديز في امريكا الجنوبية على الخريطة باللون. طبعا جبال الانديز الجبال فعلا بتتلون باللون البني. يبقى الكلام ده هنقول عليه صحيح. الصور الجوية اكثر دقة من الصور الفضائية. يبقى الكلام ده صحيح. تمام? لان الجوية بتجيب ايه? بتجيب حاجات ادق شوية. ازا اردت معرفة موقع مدينة القاهرة على الخريطة فانك تنظر الى مقياس الرسم. طبعا غلط لان انا كده عايز وردة البصلة عشان اعرف بيها الموقع. تقع دلتا النيل شمال وادي النيل. نقول له كلامك صح. التل هو ارض مرتفعة لاكسر من الف متر. لا طبعا غلط ما يوصلش هو للايه للالف متر. البيئة التي توفر لنا الاسماك والاملاح هي البيئة الساحلية. طبعا ما الساحلية يعني فيها ماء. والماء ده هو اللي بنجيب منه الايه? الاسماك او الاملاح. موقع الماء في الجزيرة هو نفس موقع الماء في البحيرة. طبعا لا غلط. الجزيرة غير البحيرة. يستخدم اللون الاصفر في تلوين منخفض القطارة على الخريطة. طبعا الكلام ده غلط لان احنا قلنا المنخفضات بنديها اخضر داكن. طقع الصحراء الشرقية غرب البحر الاحمر. كلام جميل جدا جدا ومن ناحيتها جبال البحر الاحمر. السهل الفيضي هو مساحة من الارض مستوية قليلة الارتفاع وتتكون من رواسب الانهار. تاني السهل الفيضي مساحة من الارض مستوية قليلة الارتفاع وتتكون من رواسب الانهار. هنقول له كلامك صح لان احنا متفقين ان الارض اللي حوالين الانهار تعتبر سهول. تعتبر سهول. طيب النهر مساحة واسعة من الماء المالح. خلي بالك. هنا قال لك النهر وهنا قال لك الماء المالح. تتسبب في تكوين السهول الفيضية. نقول له كلامك غلط انت كده بتتكلم على المحيط. طيب. ينمي النشيد الوطن يروح الانتماء والولاية للدولة المصرية. طبعا هنقول له الكلام ده صحيح وكلام جميل ونشيد جميل. يحيط اليابس بمصر من جهة الشمال. بصوا فوق كده. افتكر شكل الخريطة. هتلاقي في الشمال ناحية. هتلاقي ايه? هتلاقي البحر متوسط. يبقى ده مش يابس خالص ده. ده مش يابس. اليابس من ناحيتين طبعا. والماء من ناحيتين. زادت اهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس. ايوة طبعا زادت جدا جدا كمان. يبلغ عدد محافظات مصر الحدودية خمسة. ومحافظات وتضم مصر تمانية وعشرين محافظة. طبعا هنقول له كلامك غلط لانك قلت واحدة صح ووحدة غلط. يبقى الكلام كده ايه? مش مزبوط. هما سبعة وعشرين وليسوا تمانية وعشرين. المصادر السنوية هي المصادر التي عاصرت زمن الحدث. لا دي مش السنوية بقى. دي دي المصادر الاولية. يبقى الجملة غلط لانه قال لي السنوية السنوية ما عصرتش الحدث. طيب. لعب نهر النيل دورا مهما في مصر. تعبر هذه العبارة حقيقة ولا حقيقة واقعة يعني? اه ولا رأي طبعا هو بيقول لي هي تعبر عن حقيقة. فهل يطر هو كلام صح ولا غلط هي فعلا حقيقة? يبقى كلام صح. طب محافظة سهاج من محافظات الوجه البحري. نقول له ازاي? سهاج دي قبل يبقى الكلام غلط. تعد الغردقة من اهم المدن الساحلية على البحر المتوسط. فين الغردقة? وفين البحر المتوسط? كلامك خطأ تماما. تنتشر الشعاب المرجانية على ساحل البحر الاحمر. ايوة هو البحر الاحمر ملوء بالشعاب المرجانية. يبقى كلامه صحيح. تسقط الانطار طوال العام بالدول التي تتميز بالمناخ المداري. طبعا غلط لان دي بتنزل في توقيت معين وليس طوال العام. يعد الجهاز المركزي للمحاسبات. هو المسؤول عن دراسة الاحوال الجوية بمصر. ركز كده. الجهاز المركزي للمحاسبات. هو المسؤول عن دراسة. لا مش هو ده. الاحوال الجوية ملها ومال المركزي للمحاسبات ان شاء الله. لا طبعا غلط. جزيرة شدوان. تحيط بها الارض من ثلاث جهات. هنقول له الكلام ده غلط. آآ خطأ يعني. اكتب له خطأ. هو طبعا اصل ايه? لو قال لك اكتب خطأ. يبقى انت ركز على انك هتكتب خطأ. لو قال لك اعمل العلامة يبقى ركز انك هتعمل العلامة. وفي احيانا مع التصويب. مع التصويب اللي هو احنا بنقوله ده. تلون بحيرة فيكتوريا على الخريطة باللون الاخدر. طبعا خطأ لان اللون الاخدر ليس لون الايه? المياه عموما. تقع هضبة الجلف الكبير في غرب مصر. هنقول له ايوه. كلام مزبوط. تقع في غرب مصر. صح يعني. تتنيز دولة ملاوي. بجو دافئ وممطر خلال فصل الصيف. بسبب المناخ الاستوائي. منين? طيب. الكلام ده غلط تماما. مش دافئ ولا ممطر خالص. آآ لدولة ايه? لدولة ملاوي. طيب. هنا بقى عايزين نكتب على الخريطة جاب لخريطة مصر وبيقول لحدة كل الاماكن اللي موجودة فيها. البحر اللي هو رقم واحد ده. في شمال مصر. بحر الايه? ها? الجدعان. سامعكم بتقوله البحر المتوسط. تمام? طيب بحيرة. البحيرة بقى. فين رقم اتنين? رقم اتنين رقم اتنين. اللهم صلى سيدنا محمد تحت خالص اهي. ها? بعد اصوان. بحيرة مين دي? ايوه شاطرين. سامع ناس بتقوله بحيرة ناصر. رقم تلاتة جبل. جبل ايه بقى رقم تلاتة فين? تلاتة تلاتة تحت خالص اهو. ايوه تلمة تحت خالص يبقى ده جبل العوينات. يبقى ده جبل ايه? العوينات. تمام؟ رقم اربعة برده جبل. اربعة فين? اربعة هنا اهو? ها? في حتة سينة دي ها? يبقى ده جبل ايه ده؟ يبقى ده جبل سانядي على طول? علشان ايه? علشان دي اه سينة. يبقى الجبل اللي فيها هو جبل سانت كاترين. طيب رقم خمسة. نهر. اه خمسة نهر ايه? يعني احنا عندنا في مصر غير نهر واحد. طبعا هو نهر الايه? نهر النيل. ستة البحر او الريك ستة هو. ستة هو اللي هو اللي هو موجود فين? اللي موجود اه فيه اللي هو بنوصل منه اه بنا وبين السعودية يعني. تمام? ده بحر ايه? البحر الاحمر. البحر الاحمر اللي هو منه ايه? اللي بتفرع ليه فرعين. طيب سبعة منخفض. فين سبعة? اهي سبعة اهي. ها? مخفض ايه بقى ده اللي في الشمال ده? طبعا مخفض القطارة اللي احنا بنلونه بالاخضر الداكل لو انتوا فاكرين. فاهمين? ايوا يبقى القطارة. منخفض القطارة. طيب الصحراء تمانية. ما نشوف تمانية فين? تمانية اهي? اهي? اللي هي فوق جبل عويناته. فوق كمان هضبت الجلف الكبير. تمام? يبقى الصحراء الايه? الصحراء الغربية. الصحراء الغربية. تمام? ساحل البحر بقى. ساحل البحر رقم تسعة. ندور على تسعة. تسعة فوق خالص اهي. ساحل البحر مين ده? طالما فوق يبقى على طول ساحل البحر المتوسط. تمام? اخر حاجة عشرة اللي هي هنا قلنا فيه في الصحراء الغربية. هضبت الجلف على طول هي اللي في الصحراء الغربية. هضبت الجلف الكبير. تمام? طيب. اه ده كانت ايه? كانت الخريطة. لما نيجي بقى السؤال اللي بعد كده اللي هو سؤال وصل. دلتا النيل. طبعا دلتا النيل دي بنلونها باللون الاخضر على الخريطة. يبقى تظهر باللون الاخضر على الخريطة. طيب نيجي بقى للون الابيض. اللون الابيض طبعا ده يرمز ليه علم لبنان. اه يرمز الى السلام طبعا اللون الابيض في ايه علم فهو هنا ايه? مش جايب غير علم ايه لبنان. فاحنا هنقوله يرمز للبنان. نهر النيل. نهر النيل طبعا اه معلم السطح. لا بتاع الاخيرة البيئة بقى. اللي هو تنتشر البيئة الزراعية على جانبي يبقى نهر النيل. يبقى نهر النيل. طيب نيجي بقى ليه العلم. العلم اسم يعبر عن الراية المعبرة للدولة? ولا يعد من اهم معالم? طبعا لا هو ايه? هو اسم اه يعبر عن الراية المعبرة للدولة. اخيرا خمسة بقى اللي هي جبل سانت كاترين? اكيد هناخد في جبل سانت كاترين ايه? اللي هو يعد من اهم مظاهر السطح في شبه جزيرة سيناء. تمام? طيب اكمل العبارات هنكتب بقى. بيقول لي ايه في اول واحدة? اه تحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومي في يوم كذا من كل عام. طبعا في يوم ستة يوليو. في يوم ستة يوليو. هو الى حد ما ستو قال ده طبعا ايه? محتاج شوية تحفز يعني بس هو ايه? مش كده. يعني مش هيجي بالشكل ده بس احنا بنفكركم بالمعلومات. طيب. اصلا منكم يقول لي احنا بنعمل ايه في يوم ستة يوليو? نقولوا تحتفل القاهرة بعيد ملادها القومي. فمنكم يجيبها كده او كده. تقيس المسافات على الخريطة. طبعا دي بقى اهم حاجة بقى ايه? مقياس الرسم هي دي اللي هيقول لي بقى ايه? زي ما احنا حلناها من شوية في الاختيارات. هنستخدم ايه يا طرى? طبعا نقيس مقياس الايه? مقياس الرسم. طيب سمحت مصر بمرور السفن في الاتجاهين بعد حفر قناة كزا عام كزا. طبعا اه في الاتجاهين دي يبقى قناة السويس الجديدة. يبقى هنقول له قناة السويس الجديدة او اللي هي ايه? الحاجات اللي اتعملت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. بعد حفر قناة السويس. هنكتب قناة عشان بس الناس ما تطلق بطش. بقى ده حفر قناة السويس. عام كام? طبعا ده لسه جديد يبقى في الفين وخمستاشر. في الفين وخمستاشر. المصادر الاقصر دقة في الحصول على المعلومات هي المصادر الايه? من غير كلام طبعا انت بتكلمني على الاقصر دقة. يبقى دي المصادر الاولية اللي هي هتديني معلومات كاملة. تمام? طيب تعد النقوش الفرعونية على معبد الكارنك. مصادر ايه? نفس الموضوع مصادر اولية. طيب تقع مصر في منتصف قرات العالم القديم. وهي قارة كذا وكذا وكذا. طبعا العالم القديم كان يشمل اسيا واوروبا وافريقيا. كان يشمل الثلاث قرات العالم القديم. افريقيا. طيب يحدد قائد الجيش مواقع العدو باستخدام ايه? طبعا الخريطة من غير كلام. الخريطة ما احنا قلنا نستخدمها يستخدمها السايح ويستخدمها الفلاح ويستخدمها قائد الجيش. وقلنا حاجات دي كلها في اول ايه? فاول الدروس. طيب. يتوسط عالم مصر طائر هو كزا باللون كزا. طبعا مش معقولة من ابقاش عارفين عالمنا. الطائر هو النسر. وطبعا باللون الاصفر او الاصفر الزهبي. الاصفر او الاصفر الزهبي. تمام? طيب. ساعد موقع مصر الجغرافيا. على ازدهار ايه? ايه? ايه اللي زبطنا بقى بعد ما عملنا قناة السوف الحاجات دي كلها? طبعا ان هو ازدهرت التجارة. والتجارة تتمثل في الاقتصاد. شبه الجزيرة العربية تحيط بها المياه من طالما هي اسمها شبه جزيرة يبقى تحيط بها المياه من سلاس جهات بس. عشان هي لو جزيرة كاملة كانت احاطت بها المياه من الاربع الجهات. يقوم خبراء الطقس في فرنسا بقياس درجة الحرارة. باستخدام قياس درجة الحرارة يبقى احنا على طول هنقيسها بجهاز الترمومتر. الترمومتر هو اللي بياقيس درجة الحرارة. اما سرعة الرياح طبعا حلناها كتير وهي تقاس بجهاز الانيمومتر. الانيمومتر. تمام? طيب. دراسة دراسة حالة الجو. في العراق لمدة عام يسمى حالة ايدي لمدة عام يبقى المناخ. طرى ما انت حددتلي مكان يبقى ده مناخ. تمام? وكمان عام مش ايام. السهل الفيضي. السهل الفيضي هو طبعا اه قلنا المساحة اللي هي بتبقى على جانبي النهر السهول عموما بنسميها المساحة على جانبي النهر. وهي مساحة مرتفعة قليلة لو حابنا نكتر الكلام شوية وتتكون فيها رواسب الايه? رواسب. خمستاشر مساحة اه واسعة من الباء المالح. واقل من المحيط. يبقى مش المحيط بقى. يبقى هنقول له البحر. طالما هي اقل من المحيط يبقى دي الايه? يبقى دي البحر. تمام? طالما اقل من المحيط يبقى هنقول له الايه? البحر. منطقة مارمريكا. شمال الصحراء الغربية. هي ارض مرتفعة شبه مستوية. وبالتالي فهي طالما مرتفعة. وشبه مستوية دي بنسميها على طول الهضبة. بنسميها الهضبة. طيب. طب الاراضي المرتفعة اوي بقى. وتتميز بشدة انحضار جوانبها. ولها قمة. نقول له جبل. طالما مرتفعة اوي الجبال الشهيقة بقى. مرتفعة اوي وفيها انحضار يبقى دي ايه? جبل. ولها قمة طبعا. طيب. غط غطة سطح الصحراء السوداء مصحوق اسود اللون. سببه بقايا الانفجارات الايه? البركانية. لان دي صحراء كاملة سودة. يبقى اللي عمل فيها كده الانفجارات الايه? البركانية. تقع مصر في الركن الكزا من من قارة افريقيا. قلنا بنضم اتنين مع بعض. بناخد الشمالي الشرقي. الشمالي الشرقي. تعتبر مدينة كزا هي عاصمة جمهورية مصر العربية. طبعا كلنا عارفين ان العاصمة هي مدينة القاهرة. اكمل باختيار الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. اللي موجودين فوق يعني. خطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول ودوائر العرض من مكونات شبكة. طبعا شبكة ايه? اسمها احنا احنا ما شفناش كلمة شبكة دي. الا في كلمة واحدة. شبكة الاحداثيات. يبقى ناخد كلمة الاحداثيات ونحطها هنا. تمام? طيب. قناة السويس اختصرت المسافة بين اسيا واوروبا. معروفة طبعا. احنا من غير ما بنكمل فوق. بعارفين المعلومات دي. اسيا واوروبا. طيب. الخطوط التي تفصل بين المحافظات بنسميها حدود ايه? حدود ادارية. بنسميها حدود ادارية بين المحافظات. لان هي حدود تطبر حدود الداخلية. وبنسميها حدود الايه? الادارية. نظام يساعد على تحديد اتجاهات السير في الاماكن. السير في الاماكن. يبقى دا نبصه فوق بقى. اه تحديد المواقع العالمي. تحديد المواقع العالمي اللي هو الجي باس يعني. ماشي? طيب. الرمز يتخذه كل بلد. ويرمز لتاريخها وتراسها. كل بلد مش كل محافظة. كل بلد يبقى العالم. يبقى دا العالم. طيب. راية تتخذها المحافظة. اهي جات على طول. المحافظة يبقى نقوله دا الشعار. المحافظة يبقى هنقوله دا الشعار. تمام? طيب. يحتوي على الرموز والالوان الموجودة على الخريطة. الرموز والالوان الموجودة على الخريطة. ايه دا بقى? طالما رموز والالوان يبقى دا مفتاح الخريطة. يبقى دا مفتاح الخريطة. بعدين. النصرة الذي يتوسط على مصر. يرمز الى? يرمز الى القوة طبعا. هندورنا القوة هنا. ايوة فعلا اول واحدة هي. يبقى يرمز الى القوة. مياه تستخرج من باطن الارض. وتساعد على قيام الزراعة في الصحراء. هي طبعا المياه الجوفية. طبعا من باطن الارض. يبقى دي المياه الايه? الجوفية. تمام? ناخدها هنا كده. الاخيرة تصنف من اكبر البحيرات الصناعية في العالم. يبقى دي بحيرة عمك ناصر. يبقى دي بحيرة ناصر. تمام? طيب. هنا بقى طبعا جايب لك الدرجة الاجمالية. اه من خمسة وتمانين لو انت بقى حلتهم كلهم هيبقى ممتاز. من خمسة وستين وحتى خمسة وتمانين. ومن خمسين لحتى خمسة ستين اقل من خمسين هيبقى ضعيف لانهما ميت ايه? ميت سؤال. اه هنسيب لكم رابط تحت الفيديو. عزان. في رابط محلول. وفي رابط مش محلول. ومش للدرسات بس لكل المواد. هتلاقي العلوم محلول ومش محلول. هتلاقي برضو الرياضة بنفس الطريقة. وهتلاقي الانجليزي. وكل حاجة المواد ان شاء الله. هنصلنا فارك في رابط اسفل الفيديو. يلا بالتوفير للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله.